تعالوا نفرق ما بين مفهومين مفهوم الخيانة بمعنى الزنا ومفهوم الخيانة بمعنى خيانة القيمة خيانة العهد خيانة المحبة خيانة الإحسان خيانة الفضل فإحنا لما بنقول خيانة ألكترونية بنقول لمصطلح الدارج صحيح إحنا مش هنقول إن دي زنا الأجساد لكن إحنا بيتكلم في حاجة تانية خالص بنتكلم في كسر الخواطر وعشان كده إحنا بنتكلم على السوشيال ميديا وخيانة السوشيال ميديا إحنا بنتكلم عن حاجة موجعة محدش يستخف بيها محدش يجي لما زوجته لما يحصل من الزوج هذه الخيانة يقول لها أنا ما عملتش حاجة ده مجرد كلام ولا هي تقوله كمان أنا ما عملتش حاجة ده مجرد كلام ولا حتى تقوله مجرد صور ولا هو يقول لها ده مجرد بس شتات لا ده شيء بيفرغ الإنسان إحنا مش مدركين ذلك من أبشع ما في الخيانة الإلكترونية أنها إدمان عارف لما حد كده يتعلق بحد بيغويه فيفضل متعلق به لأنه فيه الوقت اللي هو لازم يقابله أو لازم يكلمه فيجر عليه أهو ده اللي عايزه بالله اللي يخليك أسير لغير الله سبحانه وتعالى يخليك حاسس أن أنت بقيت زليل بقيت مهان مكتب من الناس بعد ما بيعملوا الحاجة دي زي ما بيعملوا خيانة طبيعية الخيانة الجسدية بيحس بنفس الأرف اللي بيقرفه من نفسه وعشان كده الخيانة الإلكترونية دي حاجة مش سهلة ما نستهنش بيها وما نستهنش بالأثر اللي بيحصل في قلب شريك الحياة لما يكتشف ده صحيحنا عن التكلم في وقت تاني فيه مخالفات التجسس والتحسس والسعي خلف الزوج والزوجة وإزاي ده تممكن يدمر البيوت بس خليون نتكلم نتكلم على أن أثر ده أثر بشع في قلوب الزوجين لازم نقول أني وإحنا بنقول ده وإحنا بنقول بأن الشخص ده شخص مش واثق من نفسه شخص من زي ما هو بيوهم نفسه عارف أول ما بتبتدي الخيانة الألكترونية بيقول لنفسه إيه زي المدمن بالزبط كل شيء under control كله تحت السيطرة ولكن هو إيه اللي حاصل سمع هو نفسه كل أنه لما بطل هقضر أبطل وما يحسش غير أنه زي ما بيقوله في الإدمان كده نزل في الزحلقة إحنا عايزين نقول مع كنا بنقول كل الكلام ده ده ما يعنيش أن إحنا بنقول أن الخيانة الألكترونية بتحصل وكل السبب فيها هو اللي خان لكن هلازم نقول حقيقة الخيانة الألكترونية بتحصل في أوقات كتيرة وبالطرف الشخص اللي خان هو صاحب الجريمة الكاملة لكن في حاجة غلط كمان بتحصل من الشخص اللي تخان اللي هي إيه إن هو في حاجة كانت نقصة في التواصل ما بينه وبين زوجته أو بينه وبين أو بين زوجها في حاجة نقصة هي اللي دفعت إن يحصل الخيانة الألكترونية في حد بيسألني هي خيانة الألكترونية غير الخيانة الطبيعية آه طبعا خيانة الألكترونية أسهل والخيانة الألكترونية أسوأ أسوأ في إيه قالوا الخيانة الألكترونية لأنها أسهل بيبقى الأدمان فيها أكبر ولذلك احنا بنقول للناس لازم تكونوا مساعدين بعض عشان نمتنع عنده وخاصة ان انت عندك التلفون في ايديك طول الوقت فمن السهل جدا 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 ان يتقلب عليك سبب الادمان طول الوقت وكل ما ترجع التلفون يعملك انتكاسة زي ما بيعمل لإيه زي ما يعمل للناس دي فاحنا لازم نكون مع بعض بنعمل بحديث رسول الله ان احنا بنساند بعض حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر اخاك ظالما او مظلوما فلما سألوه يا رسول الله عرفنا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال ان ترده عن ظلمه وعشان كده انا بتكلم النهار ده من مدخل شوية مختلف ان بعد حدث الخيانة بيأتي بقى حالة من حالات التعيير من الشخص المخدور بيه او من الشخص اللي تمت الخيانة في حقه لكن التعيير واللوم ده بيأدي الى الوصول الى حفة الهوية والشخص لو هو اللي هو اذنب واللي هو خان وابتدى بداية صعيحة وتاب وكانت ديه اول مرة وخيانة ما كانتش كثيفة لازم نساعده وننصره لكي يخرج من هذا الذنب لكن ان احنا نضغط عليه باللوم وبالتعيير انا اسف ده يوصله للفجر عارفين يعني ايه يوصله للفجر انه هو يفجر وايه اللي يحصل ويتبجح بهذه الخيانة فاحنا عشان كده ايه اللي حاصل لازم نساعد الناس اللي اعلن توبته ولذلك اول ما حد بيجي يقول لي حصلت خيانة الكترونية بقول له ايه بقول له انتظر بيقول لي يعني ما تطلقش اقول له انتظري اقول له انتظر ليه احنا عايزين نشوف تلات حاجات كثافة الخيانة دي قد ايه حجمها قد ايه ووصلت لغاية فين لان فيه ببعض الاحيين حجم الخيانة بيعني ان فيه تحول في شخصية في شخصية الشخص ده بتحتاج الى تغيير قد نضطر فيه الى علاج وقد يكون جزء من العلاج هو البعد بس ده مش في كل الحالات فبنحتاج ان احنا نعرف كثافة الخيانة كانت ايه وطاني حاجة بنحتاج ان نعرف هو الشخص قد ايه هو ندمان وقد ايه هو بيعاهد وقد ايه هو مصر على انه يخرج الحاجة التالتة اللي احنا لازم نعرفها كمان هو ايه السبب اللي وصله لده فاذا المسألة محتاجة تأني اول حاجة ان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة لا تكن عونا للشيطان على اخيك وهو قد ارتكب ام الكبائر شرب الخمر وجلت فيها فاحنا لازم نكون عام في حالة اتزان في بعض السيدات رايحة للزواج من ناحية الامومة فلازم في بعض الاحيان بتدرب ابنها عشان ما يعملش كده تاني وتفضل تصر ان هي تضربه وتلومه وتقرعه وعايزة تأذيه وعايزة توجعه عشان يبطل الغلط اللي هو عمله ده في كتير من الاحيان ده ما بتنفعش مع الكبار وما تنفعش ان احنا نعملها كده ازاي انت بشعت او الخيانة الالكترونية وجيد الوقتي بتقولنا ان احنا لا تسامح معا انا بقولنا تعامل معا تعامل متزن ولا نرضى بها ده الشكل الصحيح ان احنا ما نرضاش بيه علشان كده هتلاقي فيه صراع مزمن مع مشاعر داخلنا احنا نساعده على انه يخرج من ده ولا هو في الحقيقة الجرح اللي حصل لنا دي نهاية العالم انا دايما بقول للناس اي جرح بيحصل لكم في نفسكم مش نهاية العالم